الخامس القسم الخامس من هذا المده المبارك والأخير ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت وذكر فيه وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام نعم باقي على قيام الساعة الهجرة إذا تريد البقاء في بلاد الكفر لابد أن تبقى للدعوة للنصح نعم لا يمكن أن تتجاوز الحد وتعبد غير الله تعبد الأصنام تعبد الأحجار تعبد الشمس تعبد القمر تطيع المخلوق في معصة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تحذر من إبليس من الشيطان لا يمكن أن ترضى أن تعبد من دون الله جاء إنسان وانحنى لك تمكن هذا الانحناء لا يمكن لإنسان مخلوق أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه لا أحد يعلم الغيب إلا الله فكل من قال تقوم القيامة غدا غدا يقع كذا غدا يفوز الفريق الفلاني كذا لذلك كل من قال تقوم القيامة غدا يفوز الفلاني أو أن هذا سيحدث في عبادة نفسه أو كثيرا وأن هذا الناس يكون مخلوق لا نرضى إلا بتحكيم الشريع الإسلامي ونحن نقوم بإنسان 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 بهذا تم هذا الشرح المختصر لهذا المتن المبارك والله الحمد ومع ذلك بإنسان الله سبحانه وتعالى نحن نقوم بإنسان هذا المتن مهم جدا نراجع هذا المتن بخاصة الأدلة خاصة الأدلة التعريفات الإسلام التوحيد الإيمان واركانها واركانها هذه مهمة جدا يضبطها المسلم يتعلم ويعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد أمين والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى صحبه السلام وزاكم الله خيرا ونحن نساء الله ونحن نساء الله ونحن نساء الله ونحن نساء الله